السلام عليكم ولا سهلا بكم في فيديو جديد لو انت ناوي اللي انت تحدث جهازك الايفون لاصدار الايو اس 17 فانا حابب اللي انا اقولك بعض المعلومات المهمة جدا بالنسبة لك قبل ما اتحدث لنظام الايو اس 17 قبل ما نبدأ الفيديو هنصلى على سيدنا محمد اللي هم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد اولا النظام الايو اس 17 ده نظام تجريبي وكمان خاص بالمطورين يعني مش لعمة المستخدمين يقدروا انهم ما يستخدموه انت لو هم مشترك في برنامج المطورين هتلاقي موجود عندك نواة نسخة اللي هي البابليك اللي هي خاصة بالعامة وكمان نسخة اللي هي خاصة بالمطورين فقط النسخة دي مش حلو اللي انت تحدثها على جهازك الايفون ليه لو انت مثلا بتستخدم بعض التطبيقات الخاصة بالبنوك او المصارف مش هتشتغل معاك التطبيقات دي على جهاز الايفون وكمان في بعض التطبيقات او الالعاب مش هتشتغل على نظام الايو اس 17 التجريبي الخاص بالمطورين فانت لو حدثت لنظام الايو اس 17 اعرف ان التطبيقات ديت هتواقف معك. تاني حاجة واللي هي مهمة جدا واهم من النقطة الاولانية اللي هي انت تكون عارف الاي كلاود او الابل اي دي بتاع جهازك الايفون. عشان ممكن بعد ما تحدث للنظام لايو اس 17 يطلب منك الاي كلاود. وفي الحالة ديت لو انت مش عارف الاي كلاود ولا كلمة السر بتاعت جهازك الايفون. هيبقى انت واقعت في مشكلة كبيرة ومش هتقدر ان انت تفتح جهازك الايفون ولازم تعمل تخطي. وده هي مشكلة كبيرة جدا اللي انت ما تبقاش عارف الاي كلاود بتاعك. فانت لو مش عارف الاي كلاود بتاع جهازك الايفون وكلمة السر فانصحك نصيحة مهمة جدا اللي انت ما تحدث لنظام الايو اس 17. ممكن في اي وقت يطلب منك الاي كلاود بعد التحديث. او لو حبيت انت ترجع الايو اس 16 هيطلب منك الاي كلاود وكلمة السر. فهنا يبقى انت واقعت في مشكلة كبيرة. لازم تكون عارف الاي كلاود وكلمة السر. بعد كده هو حاجات بسيطة اللي انت تعملها على جهازك الايفون. لو انت خلاص نويت وتأكدت على كل المعلومات ديات اللي انا قلت لك عليها ان هي موجودة عندك او صحيحة او انت مسلا عارف الايكلاود كل المعلومات ديات تكون انت عارف. اللي انت تعمل وضع الطيران على جهازك الايفون علشان ما يجيلكش اتصال اسناء عملية التحديث ويقف جهازك الايفون على شعار ابل. او وضع ريكوفر ريموت. تاني حاجة اللي انت تكون شاحن جهازك الايفون دوت نسبة البطارية تكون فوق التمانين في عشان ما يفصلش اسناء عملية التحديث وتحصل برضو معاك مشكلة بعد كده لو انت دخلت على التحديث وبدأت ان انت تحدث ما تستخدمش الجهاز نهائي هتسيب كده الجهاز بتاعك لحد ما يحمل نسخة الايو اس 17 مثلا دليلية تجربية ويبدأ ان هو يحدث ما تستخدموش نهائي هتسيبه كدهوات لحد ما ينتهي خالص ويفتح معاك من جديد على الوجهة الجديدة بتاعت الايو اس 17 واخر معلومة حابب اللي انا اكد عليها ان انت لو بتستخدم تطبيقات البنوكة والمصارف وبتستخدمها بشكل يوم ومهمة بالنسبة لك فحاول انت ما تحدث لنظام الايو اس 17 عشان التطبيقات ديت مش هتشتغل على نسخة الايو اس 17 التجربية ديت خاصة بس بالمطورين والتطبيقات ديت لسه مش جاهزة ان هي تشتغل على نظام الايو اس 17 وبس كده دي كل المعلومات اللي انا حبيت اقدم لك في الفيديو بتاع الناردة اتمنى ان انت تكون استفدت من المعلومات ديت وما تنساش تقولي في التعليقات لو انت حدست النظام الايو اس 17 اكتر ميزة عجبتك في النظام دوت ايه ويا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وشكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي